هي ظاهرة حديثة تتفاقم مع مرور السنين عمالة الأطفال في اليمن باتت لا تصدم أحدا هنا فثلث الطلباء في المرحلة الابتدائية يتركون مقاعد الدراسة إلى سوق العمل وكأنها موضة يتسابقون في اللحاق بركبها أنا عادة ناطف صغير، ما شي كبير يعني قد العمل هذا؟ لا العمل هذا الشي له يعني كبار الناس بس هيش نسوي السبب يكمن في انعدام الاستقرار وكثرة النزاعات السياسية ثم إن الفقر والبطالة بلغا نسبا قياسية في السنوات الأخيرة أجبرت الأهالي على تشغيل صغارهم إناثا وذكورا لمدة قد تصل في بعض الحالات إلى 17 ساعة في اليوم الجمعية والمنظمات المعنية تقوم بدور إرشدي دون إسهام مدي يغير من الواقع بشكل ملموس أما الحكومة فتبقى عاجزة ورغم سن قوانين رادعة فهي تبقى دون تطبيق نهي كعن عدام شبه كامل للمعونات الحكومية للمعوزينة من جهتها لم تعود المدارس تؤدي دورها المنطبها على الصعيدين الاجتماعي والتعليمي أضف إلى ذلك وجود الكثير منها في مناطق نائية تحبط التلاميذة وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحتفل باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال مع شريحتين من الأطفال العاملين الأولى مكونة من أطفال يعملون في مجال التهريب أما الفئة الثانية فهي جماعة تعمل في أمانة العاصمة توزع ملسقات إرشادية في شوارع الأمانة للتعريف بعمل الأطفال في الأعمال الخطرة ومطالبة الحكومة بالتعاون والتكاتف في مواجهة استغلالهم في مثل هذه الأعمال وحماية من أجبرتهم ظروف الحياة على الخروج المبكر لسوق العمل سوفيان ثابت بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر